توقع كبير اقتصادي ستانتر تشاردر بيكبانك ماريوس مارثيف تيس أن ينمو الاقتصاد البحرني خلال العام الجاري بنسبة 30% مع تركيز الحكومة على مشاريع الإسكان والطاقة والمواصلات وذكر ماريوس أن نمو الناتج البحرية الإجمالي في البحرين بلغ نسبة 13% في الربع الثاني من العام الجاري مضيفا قدرة مملكة البحرين على استعاب التغيرات الناجمة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميا من خلال الاستفادة من العوائد السابقة من النفط والمضي قدما في سياسة تنويع مصادر الدخل